مرحبا بكم متابعي قناة عصرتك لقد عدنا بعد غياب طويل جدا عن القناة هناك العديد من الاشخاص كانوا يتساؤلون عن مدة الغياب نعم لقد اهملنا القناة اهمال كلي خاصة بعد وصولنا الى المائة الف مشترك يعني هناك شخص يجب ان يتحفز عند وصول الى هذا العدد ولكن للأسف هناك ظروف وظروف صعبة جدا لما اناعتنا من العمل في القناة خاصة بعد هذه الازمة يعني ازمة كورونا ربي يسطن ان شاء الله المهم كما وعدتكم من قبل لقد وعدتكم من قبل يعني وضع مسابقة خمس اشخاص سوف يفزون لم انسى هذا وسيكون هذا في الفيديو القادم ان شاء الله الخاص بالدرع الفضي لقد وصلني الدرع الفضيعة على كل حال بمناسبة مائة الف مشترك شكرا لكم وسوف اضع يعني المسابقة كما قلنا في هذا الفيديو الفيديو القادم بعد هذا الفيديو مباشرة ان شاء الله المهم درس اليوم يعني هناك بعض الاكوات الخاصة بالهاتف يجب على اي شخص معرفتها يعني سبع اكوات مهمة هناك عدة اكوات يعني لن اذكرها كلها ولكن سوف تجدونها اسفل الفيديو ان شاء الله في وصف الفيديو هي اكوات مهمة يعني لكل شخص سواء شخص يريد ان يشتري هاتف مستعمل او لديه هاتف ويريد بعض المعلومات يعني اكوات جد مهمة ربما هناك اشخاص يعرفونها وهناك من لا يعرفها وكذلك هناك اكوات يعني قديمة لم اضح في الشرح ولكن موجودة في وصف الفيديو نبدأ باول كود ان شاء الله وهو خاص بتجريب مكبر الصوت والميكروفون للهاتف وهذا خاصة للاشخاص الذين يريدون شراء هاتف من الاسواق يعني الهاتف مستعملة دائما يكون متخوف من الميكروفون او من المكبر الصوت لهذا يضطر لوضع الشريحة للاتصال لا ادعي لهذا بعد الان يعني يمكنك تجربة الميكروفون ومكبر الصوت دون وضع الشريحة فقط كل ما عليك هو وضع هذا الكود نجمة دياز صفر اثنان ثمانية ثلاثة دياز وصف يظهر لك هذه الخيارات يعني خيار اول وخيار ثاني لان هاتف خاص به لديه اثنان ميكروفون ميكروفون من اسفل وميكروفون في الاعلى نضغط على خيار اول كما تلاحظون الان عند الحديث سوف اسمع يعني اربما تسمعونها او لا انا الان اسمع الصوت يخرج من مكبر الصوت يعني هذا الكلام الذي انطقه يخرج من مكبر الصوت هذا يعني أن الميكروفون الخاص بالأول جيد وكذلك مقبل صوت يعني يعمل يعني لا داعي لإستعمال شريحة كما قلنا وكذلك نجرب الصوت الميكروفون الثاني كما ترون الآن كذلك نفس الشيء يعني الصوت الذي أتحدث به الآن يخرج من مقبل صوت وهذا يعني أن المقبل صوت والميكروفون في حالة جيدة هذه الكود الأول يعني كما قلنا كود مهم أما الكود الثاني وهو خاص بمعرفة معلومات حول البطارية كذلك هناك أشخاص عند شرائهم لهاتف يخاف من البطارية يعني أنت لا تستطيع معرفة البطارية إن كان جيدة أم لا ربما تشتري هاتف مستعمل عندما تأخذه إلى البيت البطارية تجدها ساعتين أو ثلاثة على الأكثر وتنفذ دون استعمال مكثف ولمعرفة حالة البطارية إن كان جيدة أم لا كل ما عليك هو استعمال هذا الكود وهو نجمة دياز 0222810 هنا يعطيك معلومات حول البطارية هذا كود ربما معروف حتى الأغلبية تأتي إلى هنا كما تلاحظون كورون فالر يعني هنا قيمة التيار ويعطيك هنا البوتاج يعني ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعون ميلو فوت يعني البطارية جيدة يعني ثلاثة فاصل ثمانية فوت يعني ما زالت البطارية في حالة جيدة إن كانت أقل من ثلاثة فاصل خمسة فوت يعني البطارية بدأت يعني تفسد يعني بدأت تضيع يعني إن وجدتها فوق ثلاثة فاصل خمسة يعني البطارية ما زالت في حالة جيدة يعني يخذ الهاتف دون أي قلق هذا يعني كود كذلك مهم للأشخاص أما الكود الثالث وهو خاص بإزالة الملفات المؤقتة يعني هناك العديد من الهواتف تستحفظ بالملفات يعني مؤقتة يعني لا نستطيع إزالتها ولكن هذا الكود يسمح لنا بإزالته وهو نجمة دياز 99 سيفر سيفر دياز وسوف تظهر لك العديد من الخيارات نصيحة يعني هذا الأكود مجرب على هاتف سامسونج يعني جربته على هاتف سامسونج ولم أجربه على هواتف أخرى يعني إن لم تنجح في الهواتف الأخرى أو تركوا لنا هذا في التعليق المهم هنا يعني لديك العديد من الخيارات ومنها النسخ ومنها كذا يمكنك الإطلاع عليها كلها لكن هناك أشياء يعني هنا في الأسؤال لا داعي للذهاب والنقر يعني هناك الأشخاص كما وضعت كود من قبل في عدة خيارات قلت فقط الخيار الأول ولكن هناك أشخاص دخلوا إلى عدة خيارات يعني وحدثت لهم مشاكل في الهاتف ثم أصبحوا يلومون يعني أنا السبب المهم هناك بعض الخيارات يمكنك قراءتها النسخ وكذلك هنا الخيار أول هو الذي يقوم بإزالة الملفات الملاقات أما الكود الخامس وهو يعني معروف يعني ربما الأغلبية يعرفه وهو نجمة دياس هنا يعني لمراقبة الهاتف كذلك يعني عند شرائه لديك عدة خيارات هنا يعني لمراقبة الشاشة ملمس الشاشة الإهتزاز عدة أشياء يعني إن كانت شاشة ضائعة أم لا يعني خاص بعدة أشياء يمكنك اختبارها هنا اختبر جميع الخيارات فلا خوفا من ذلك أما الكود السادس وهو خاص بالدخول إلى إعدادات الكاميرا يعني إذا تدخل إلى إعدادات الكاميرا من الهاردوير وهو نجمة وكما قلت سوف أترك لكم جميع هذه الأكواد أسفل الفيديو وبعض الأكواد الأخرى يعني هناك عدة إعدادات يمكنك الدخول إليها هنا الخيار الأول يعطيك جميع إعدادات كذلك هنا عدة خيارات يمكنك التصفحها كذلك يعني خاصة بإعدادات الكاميرا هذه الأكواد الستة التي لدينا وهناك عدة أكواد كما قلنا سوف نتركها لكم في وصف الفيديو وكما قلت آسف على هذا الغياب الكبير فقط لا تنسوا دعم القناة وشكرا شكرا كثيرا يعني على وصولنا للمائة ألف مشترك أنا ممتل لكم كثيرا يعني القناة لحد الآن لازلت يعني تحظى ببعض المشاهدات وبعض التعليقات هذا بفضلكم شكرا لكم ولا ننسى سوف نضع مسابقة الخمس فائزين بمبلغ عشرين دولار أما عن الهاتف مازال نعم قد عدت بهاتف يعني الشخص الذي سوف يفوز بالهاتف يعني ينتظر قليلا أما الأشخاص الذين سوف يفوزون بمبلغ عشرين دولار سيقوم في الفيديو القادم إن شاء الله هذا كل ما لدينا فقط لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك العديد من الفيديوهات الجديدة الخاصة بناء القديمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته